شو صار اليوم من تماني الصبح لتماني المساء سقط الجيش الإسرائيلي بناية من عشر طوابق على خط الطيونة الغبيرة مائلة الشياح الغارات والتهديدات زامنت مع المؤتمر الصحفي للعلاقات الإعلامية بحزب الله بالضاحة الجنوبية بالمؤتمر أكد محمد عفيف أنه في عدد من مؤتلي الحزب نأثره وقال مش مطول الوقت قبل ما الحزب يقصوا جنود إسرائيليين والأهم تبنى الحزب بشكل رسمي وحصري مسيرة كيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو قناة 12 الإسرائيلية كشفت الصبح أنه هالمسيرة صابت تحديدا شباك غرفة نوم نتنياهو بالسياسة هاجم جبران باسيل حزب الله وتبرق منه ليموا على سياسة وحدة الساحات وسناد غزة بالمقابلة الخاصة مع العربية والحدث أكد باسيل أنه حالياً فيش تحالف بين الطيار والحزب واعتبر أنه قائد الجيش جوزاف عون عندوش مشروع بيجمع اللبنانيين بالمجازر استهدفت إسرائيل مجلس عزب تفاحتة بقضاء صيدة وقتلت 12 شخص احتكبت مجزرة تاني بكفار زعتر بالنبطية استشهد 13 شخص من بات معتوه وتدمر أكتر من مبنى بالهرمل غارة قتلت خمس أشخاص وبصور بعد تهديد منطقة الحوش ضربت طيران الإسرائيلي أكتر من 17 مرة بالجناح ارتفعت حصيلة غارة مبارحة 18 شهيد عشرة منهم من عائلة واحدة من بات المقدد إنه الطابق السفلي الأخير من هذا المبنى بحارة حراك نظمت إدارة مستشفى الساحل جولة إعلامية بعد ادعاء الاحتلال إنه فيه مصاري ومنشآت تاب على الحزب تحت المستشفى عجبها أصف حزب الله ضواحي تلقبيب وشمال إسرائيل وتصدى لمحاولات التوغل بالطيبة وعديسة وعيت الشعب دمر خمس دبابات ميلكافا وسقط مسيرة إسرائيلي من نوع هرمز 900 ووصل بعد مسيرة على حيفا من دون ما يتم اعتراضها